أنعشت عودة رئيس الوزراء موين عبد الملك رفقة بعض الوزراء والمسؤولين لا سيما ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي أنعشت آمال بعض المواطنين في إحداث استقرار في الجانب التنموي والمعيشي في البلاد بشكل عام وتأتي عودة الحكومة إلى عدن وهي محملة بأعباء وملفات اقتصادية ما نطم بها تحقيق الاستقرار المعيشي وكذلك تحسين سعر العملة المحلية واستئناف انتاج الموارد الاقتصادية للبلاد واستخدامها بشكل يحقق الاستقرار الاقتصادي وينقض البلاد من أزمة معيشية طاحنة تعصف بغالبية سكان البلاد وتواجه الحكومة العائدة إلى عدن تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها استمرار الانقسام النقدي للمؤسسات المصرفية وكذلك انقسام موارد الدولة حيث تسيطر ميليشيا الحوثي على إرادة مهولة في حين تسيطر الحكومة على موارد الدولة المتبقية وبحسب القصاديون فإن الحكومة المطلوب منها في الوقت الراهن إعادة تنشيط وإنتاج كافة الموارد اليمنية لا سيما قطاع النفط والطاقة حيث لا زالت قطاعات نفطية متوقفة للعام الخامس على التوالي بالإضافة إلى توقف إنتاج مشروع الغاز المسال وتتكبد دولة خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات سنويا جراء توقف عملية إنتاج النفط والغاز الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا وجادا من قبل الحكومة لتفادي تضخم الخسائر الاقتصادية عبر السئناف إنتاج موارد البلاد وفق اقتصاديون وتقول الحكومة إنها أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي بحسب تصريح لرئيس الوزراء معين عبد الملك مشيرا إلى أنها ستعمل على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بيد أن كثيرا من المواطنين قد سائموا تلك التصريحات والوعود الإعلامية دون أن يكون هناك توجهات ملموسة على الأرض تعمل على تحسين الووع المعيشي وتحقق الاستقرار للاقتصادي